اشتركوا في القناة في هذه المحاضرة سيتعرف الطالب على الأمور التالية أولا ما هي هذه الأجهزة وما هو مبدأ أو آلية العمل الذي تعتمد عليه ثانيا ما هي أنواع هذه الأجهزة وما هي أهم تطبيقاتها ثالثا وأخيرا استعراض لبعض المحاذير أو المحددات في عمل هذه الأجهزة فنبدأ باستعراض مفردات وعناوين هذه الأجهزة تبعا يعرف الأوتوكليف بأنه جهاز ضغط مصمم لتسخين المحاليل المائية فوق نقطة أو درجة الغليان الاعتيادية والتي تكون تحت الضغط الجوي الطبيعي وذلك لغرض إنجاز عملية التعقيم لذلك السائل أو المحلول وتعني كلمة أوتوكليف الجهاز المحكم الغلق ذاتيا أما مخترع هذا الجهاز فهو العالم كارل تشامبرلاند سنة 1879 مبدأ عمل الجهاز يستند على ما يلي درجة غليان الماء تتناسب طرديا مع الضغط وبثبوت الحجم وعندما يزداد الضغط في وعاء محكم الغلق تزداد درجة الحرارة طرديا فعلى سبيل المثال لو ازداد الضغط إلى 15 رطل أو باوند سوف ترتفع درجة الحرارة إلى 121 درجة مئوية وهذه الدرجة الحرارية والضغط المسلط تبقى ثابتة لمدة 20 دقيقة خلال عملية التعقيم باستخدام جهاز الأوتوكليف وهي تفوئة في قتل جميع الخلايا الخضرية والأبواغ ولجميع أشكال الحياة المايكروبية أما أنواع أجهزة الأوتوكليف فهي النوع الحراري والنوع الغازي والذي يستخدم الأشعة فوق البنفسجية وكذلك النوع الذي يعتمد على التعقيم البارد وأجهزة الأوتوكليف المختبرية وأخيرا النوع المستخدم في عملية الطبخ وملاحظة مهمة جميع الأنواع تحتوي على منظمات للحرارة والضغط والوقت أيضا وملاحظة مهمة أخرى يجب ضبط أو معايرة الفترة الزمنية لعمل أجهاز لضمان حدوث عملية تعقيم كفوئة في القضاء على الأحياء المجهرية وأخيرا مع محددات في عمل أجهزة الأوتوكليف وهذه تشمل معالجة المواد الغذائية حيث تتلف بعض المواد ويتغير طعمها مثل الحليب وأيضا الحماية والأمان وبيئة عمل الجهاز مهمة أيضا حيث يعمل بدرجة حرارة وضغط عاليين فيجب الحذر عند استخدام هذه الأجهزة وأخيرا تتلف بعض المعدات مثل المواد البلاستيكية وأيضا كلفة تصنيع هذه الأجهزة أنتقل إلى السنترفيوج وهو جهاز الطرد أو النبذ المركزي وتعرف عملية الطرد المركزي أو السنترفيوجيشن بأنها العملية التي تتضمن استخدام قوة الطرد المركزي لغرض ترسيب خليط معين بحيث أن المكونات الأكثر كثافة لهذا الخليط تتحرك بعيدا عن محور دوران الجهاز بينما الأقل كثافة تتحرك باتجاه محور الجهاز أما مبدأ عمل الجهاز فيكون بالشكل التالي على فرض وجود جزيئة معينة مثلا كرية دم حمراء أو عضيات خلوية في محلول معين سوف تخضع هذه الجزيئات إلى قوة الطرد المركزي عندما يدور الجهاز بسرعة عالية ويعبر عن قوة الطرد المركزي والتي يرمز لها بالحرف F بالمعادلة التي أمامكم حيث أن الحرف F يمثل شدة قوة الطرد المركزي بينما الحرف M هو الكتلة المؤثرة للجزيئات المترسبة والحرف W يمثل سرعة زاوية التدوير وأخيرا الحرف R يمثل المسافة بين الجزيئة المتحركة وبين محور دوران الجهاز من أهم أنواع أجهزة الطرد المركزي بالنسبة للطلبة هو جهاز الطرد المركزي المختبري ويحتوي على وحدة التدوير في الجهاز والتي تسمى بالروتر حيث تمتاز بوجود ثقوب ثابتة وموضوعة بزاوية معينة وتوضع أنابيب الاختبار التي تحتوي العينات بداخل هذه الثقوب وتبدأ الوحدة الثانية وهي المحرك أو الموتور بعملية الدوران يكون اتجاه قوة الطرد المركزي بشكل أو مستوى أفقي وبما أن الأنابيب موضوعة بزاوية مائلة عن اتجاه قوة الطرد المركزي فجزيئات الموجودة في المحلول بداخل أنابيب الاختبار سوف تتحرك مسافة قليلة فقط قبل أن تصطدم بجدار الأنبوب وتسقط في القعر بداخل أنابيب الاختبار أخيراً تقسم أجهزة الطرد المركزي إلى ثلاثة أنواع اعتماداً على سرعة دوران هذه الأجهزة وهي كالتالي أولاً أجهزة الطرد المركزي ذات السرع المنخفضة ثانياً أجهزة الطرد المركزي ذات السرع العالية وثالثاً وأخيراً أجهزة الطرد المركزي ثائقة السرع شكراً لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته